بعد نحو ثلاثة اعوام من حرب الميليشيا الانقلابية على تعز لا تزال السلطات المحلية في المحافظة تواجه تحديات كبيرة ابرزها ضبط الامن في المناطق المحررة وخلال الاشهر الماضية شهدت المدينة اختلالات امنية نتج عنها اغتيال العديد من جنود الجيش الوطني وهو ما شكلت تهديدا للاجهزة الامنية التي تسعى لتوفير الامن في اطار تطبيع الحياة يرى مراقبون ان بروز جماعات مسلحة خارج المنظومة الامنية ساهم في عرقلة مهمة السلطات المحلية وعقد عملية تثبيت الامن تكمن خطورة تلك الجماعات المسلحة على تعز انها اضحت تمتلك سلطات خاصة بها بالاضافة الى سجون ومعتقلات ويؤكد محللون ان الرعاة الاقليمية لبعض تلك الجماعات بات واضحا من خلال الرغبة الاماراتية السعية لبناء حزام امنيا للمحافظة على غرار العاصمة المؤقتة عدن تحاول السلطة المحلية بتعز وتفاديا لمشاكل مستقبلية تثبيت الوضع الامني والحفاظ على مؤسسات الدولة ولهذا دعمت الحملة الامنية التي دشنتها الشرطة العسكرية حيث بدأت بالانتشار في عدد من شوارع واحياء المدينة الحملة الامنية ضبطت خلايا متورطة في جرائم واغتيالات وتمكنت من القضي على هاشم الصنعاني المتهم بالعديد من القضايا المتعلقة بالسهداف المواطنين وعدد من افراد الجيش الوطني وفق ما اعلنته قيادة اللواء 22 ميكا